اشتركوا في القناة بعض المناطق وكوس على مناطق أخرى والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة لكن تدائما من متصف نهار يوم الغد ستنشط على فترات ويكون هناك فرص لغبار ومثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة فقط لكن المناطق الساحلية ستكون أجواءها رطبة والحساس بالرطوبة يكون ملحوظ حاليا تعرف على أجواءنا السماء صافية والرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة حاليا سرعتها 8 كيلومتر في الساعة كوس على بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية نسب الرطوبة تتراوح ما بين الخمسين إلى السبعين بالمئة على بعض المناطق درجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت 37 درجة مئوية والرطوبة النسبية في مدينة الكويت 22 بالمئة وهي أعلى من ذلك في المناطق الساحلية الرؤية الوفقية ممتازة حول التسعة كيلومتر غبار عالق على بعض المناطق لكن الأجواب بوجه عام ستكون صافية حتى نهاية اليوم الرياح ستكون متقلبة الاتجاه ما بين الشمالية غربية على المناطق الغربية من البلاد وجنوبية شرقية على المناطق الشرقية من البلاد والمناطق الساحلية كأحد أقصى تصل في سرعتها الرياح الليلة إلى 35 كيلومتر في الساعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 35 إلى 39 درجة مئوية وأجواء صافية في أغلب المناطق في فرص لعبور بعض السحب العالية على بعض المناطق لكنها ستكون سحب عالية على بعض المناطق لكن أجواء صافية بوجعها من البحر الليلة خفيفة لمعتد الموج من 1 إلى 3 قدم لكن باتر في فرص الارتفاع الأمواج وتكون الأمواج من 2 إلى 5 قدم خلال النهار لكن بعد ذلك تتراجع وتكون من 1 إلى 4 قدم خلال المساء منتصف نهار يوم الغد أجواء حارة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 45 إلى 49 درجة مئوية في أغلب المناطق أجواء حارة ومشبسة والرياح شمالية غربية نشطة على فترات في المناطق الغربية من البلاد لذلك هناك فرص لغبار مثار على المناطق الغربية وأيضا فرص لتشكل الرمال الزاحفة خارج المدينة وعلى المناطق الغربية لكن المناطق الشرقية من البلاد والمناطق الساحلية سيكون فيها الهوى كوس خفيف إلى معتدل والإحساس بالرطوبة يكون ملحوظ أكثر وأيضا درجات الحرارة تكون أقل على المناطق الساحلية وخاصة الساحلية الجنوبية والجزر الجنوبية تتراوح درجات الحرارة هناك ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية بحر راح يكون خفيفة لمعتدل من 2 إلى 5 قدم وتتراجع الأمواج أكثر خلال المساء خلال مساء يوم الغد راح تكون الرياح خفيفة لمعتدلة من 10 إلى 30 كم في الساعة أما خلال النهار فالرياح تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة لذلك ارتفاع الأمواج يصل إلى 5 قدم المد الأول بإذن الله الساعة 3 و 15 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 3 و 13 دقيقة والجزر الأول الساعة 9 و 33 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 9 و 46 دقيقة مساءا والفترة هذه من فترات الحمل المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 53 و 52 دقيقة والشرق الساعة 5 و 17 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 27 دقيقة أما الضقص المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء حرة راح تستمر ويانة تصل في العظمى إلى 49 درجة مئوية والرياح متقلبة الاتجاه بوجه عام ما بين شمالية غربية إلى جنوبية شرقية أجواء جافة على المناطق الغربية وأجواء رطبة نسبية على المناطق الساحلية بنسب رطوبة متفاوتة من منطقة إلى أخرى والرياح خفيفة إلى معتدلة سرع بوجه عام تنشط على فترات خاصة على المناطق الغربية وفرص لغبار عالق ومثار على المناطق الصحراوية باتشر بدنا للعظمى 49 والصغرى 35 فرص لعبور بعض الصعوب العالية والهوى كوس شمالي غربي على المناطق الغربية وكوس على المناطق الساحلية من 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة بنا منكم تديرون باركم خلال النهار ارتفاع الأمواج يصل إلى 5 قدم وقد يصل إلى 6 راح يكون مزعج للحداقة يوم الخميس أجواء مناسبة وهوى شمالي غربي إلى كوس من 12 إلى 35 كيلو متر في الساعة أجواء حارة 48 العظمى والصغرى 35 درجة مئوية جفاف في المناطق الغربية وجواء رطبة على المناطق الساحلية ويوم الجمعة أيضا راح يكون الهوى نشط على فترات من 10 إلى 40 كيلو متر في الساعة شمالي غربي ما بين المناطق الغربية وكوس على المناطق الساحلية العظمى 47 والصغرى 34 درجة مئوية وأيضا شمالي غربي إلى كوس من 10 إلى 40 في يوم السبت 49 العظمى والصغرى 35 و 48 العظمى والصغرى 34 درجة مئوية والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات في يوم الأحد من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة مع السماء الصافية أعزائي المشاهدين أجواء جافة على المناطق الغربية والإحساس بالرطوبة ملحوظ مع تقلب باتجاه الرياح والهوى الكوس على المناطق الساحلية وأجواء حارة ستستمر ويانا لعدة أيام والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات أجوانا ستكون مستقرة نسبيا خلال الأيام القادمة أجواء الصيف المعتادة لا تزام مستمرة نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم